اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونفقه جماعة من أصحاب القراءات العشر كأبي جعفر وطائفة من أصحاب القراءات الشاذة وهناك من اعترض على قراءة الألف لأن الأمر كان على سبيل الوعد لا على سبيل المواعدة لأن المواعدة تقتضي أن طرفين كان بينهما تواعد والشأن أن الوعد كان من الله سبحانه وتعالى ولكن هذا مردود بل هذه الكراءة التي فيها المفاعلة أو معنى المفاعلة هي الأبلغ فإن الله وعد موسى خبره بذلك ولما كان موسى منتظرا لذلك الوعد صح أن يقال إن هذا من باب المواعدة وفي قوله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم في لفظ يا قومي كراءات والقراءة المشهورة فيها يا قومي هكذا والمنادى حينما يكون بهذه الصورة فإن فيه لغات وأشهرها هي هذه ويا صح يا قومي ويا قوم وهناك من قرأ شدودا يا قومي وهناك من قرأ يا قوم هكذا من غير ياء على أنه أبني على الضم وفي قوله سبحانه وتعالى فتوبوا إلى بارئكم هكذا بالكسرة الخالصة وعن أبي عمر بالإسكان على سبيل التخفيف لأن الهمزة ثقيلة ولأن الكسرة ثقيلة وإتمع ثقلان وقبلهما حركة وبعدهما حركة أو قبلها حركة وبعدها حركة فجاء هذا الإسكان للتخفيف وروي أيضا عن أبي عمر وهو من رواية الدوري الاختلاس وهو الاتيان ببعض الحركة في هذه اللفظة يعني في كسرة الهمزة إلى بارئكم ولهذا قال الشاطبي وكم جليل عن الدوري مختلسا جل وقوله سبحانه فاقتلوا أنفسكم هذه هي كراءة الجماعة وقرأ فأقيلوا أنفسكم وهي كراءة تروى عن قتاده وقرأ فاقتالوا أنفسكم وهي كراءة أيضا تروى عن قتاده وقيل هي من الاستقالة ونسب ذلك إليه إلى قتادة أي قال إن معناها الاستقالة أي فأقيل أنفسكم قال ابن جني التصريف يضعفه ولكن قتادة ينبغي أن يحسن الظن به وذلك أن الأصل أن لا يقول مثل هذا إلا بحجة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر